التحالف الوطني للإصلاح نهضة وطن كرامة مواطن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواني مشاهدي الكرام من ناخبي الدائرة الثانية حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبعد فكم وددت أن أكون معكم وبينكم وفي وسطكم ولكن قدر الله أن تأتي تجمعاتكم في وقت ازدحمت فيه علينا الواجبات فاضطررت أن أسجل هذه الكلمة تسجيلا أحييكم فيها وأحضكم فيها على أن تكونوا مع من تعتقدون أنه أقرب إلى الحق ويمثل كلمة الحق وصوت الحق ويرفع من شأن الحق ويكون له موقف في هذه الحياة إخواني الحياة السياسية أخطر جوانب الحياة بقرار سياسي واحد ربما يتصالح الناس مع عدوه أخطر عدوه بقرار واحد قد تخصخص مقدرات البلد والأمة وثرواتها بقرار قد دارق في الدين إذن مهمة مجالس النيابة في العالم أن تراقب أداء الحكومات والوزارات والموازنات وتدقق في المصاريف هذا الكلام لن يكون في العالم الثالث كله إلا إذا انتخبنا رجالا أكفياء مقتدرين بصيرين خبراء بالقانون خبراء بالسياسة خبراء في الأمور الاقتصادية وليسوا جهلة ولا متنفعين ولا متكسبين يسعون إلى التقاعد والسلام أنا مالي ومالي الناس المهم وصلت والسلام هذه انتهازية إخواني جربت مجالس مثل فيها عليكم ونحن معكم طبعا يعني وضحك علينا جميعا من شخصيات بدت وطنية أو بدت ما أدري إيه من الاتجاهات ثم اكتشفنا أنها مجرد فقاعات وانتهازيات والسلام أن ننتخب مجلسا حقيقيا يمثلنا ويقوم مقامنا وينوب عنا ويحاسب ويدقق هذا مستقبل أبنائنا لا يجوز أن نضيعه بالصمت والسلبية والسكوت إلى آخر إذن أحبابنا إخواننا كونوا مع الصادقين الأخ أيوب خميس ما عرفناه إلا صادقا مبدئيا وما جربنا عليه إلا ما قلت ولو كان فيه غير ذلك ما تكلمت له والله هو المجموعة التي معه نعتقد أنهم الأكفأ أو من الأكفأ ويستحقون أن يعاملوا بالاحترام والتقدير وأن يعطوا أصواتكم نقول هذا فيما نعتقد ونكلوا أمرهم إلى الله عز وجل الإخواني سدد الله خطاكم وحياكم وقواكم وثبتكم الوطن وطنكم والمستقبل مستقبلكم ومستقبل أبنائكم دافعوا عن وجودكم وعن مستقبلكم من خلال رجال رجال يمثلونكم ويكونون في النيابة عنكم صوتكم وعقلكم وعينكم وبصركم حفظكم الله قواكم الله تحية لكم الجمهور الكريم في احتفالكم هذا المهيب الطيب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله